منا ناية جوال أخبار الجو إيه؟ الجو اللطيف خالص اليومين دول يعني وإحنا جايين كان الجو أنا وإنا جاية الصبح أو الفجر الجو كان لطيف يعني كان فيه لساعة هوى بس كان حل هو فيه فرق كده في الدرجات ما بين الصبح وما بين بالليل فيه فعلاً الجو مقل البرودة بالليل وده برضو شيء لطيف أحنا مش عارفة مستعجلين على صف الليلة الموجة دي تخلص إمتى يعني مفروضًا الموجة البردة دي اللي رجعت دي هتبقى هتقعد قد إيه؟ لا الحاجات دي بتاعت ربنا نقول هنشوف مع بعض مع دكتورة منار غنم لما تظهر ونشوف بقى هيئة الأرصاد هتقلنا إيه؟ خلينا نشوف صباح الخير عليك دكتورة منار غنم أهلاً وسهلاً بيكي دكتورة منار صباح الخير صباح الخير زيك الزمان أهلاً وسهلا بيكي لسه دلوقتي حالة أن زميني مصطفى سأقل لي سؤال معرفتش يا جاوب بيقول لي إحنا شايفين أن الجو فيه برودة بالليل وإحنا مش عارفين الموجة دي مستمرة معانا لغاية إمتا؟ معرفتش يا جاوب؟ لا بالفعل إحنا مكملين لنهاية الأسبوع في الكودة دي وخاصة خلال ساعة الليل إحنا في نهاية الأسبوع فاضل يوم على نهاية الأسبوع آه هي خلال فترات الليل عشان فيه نشاط الرياح بيزود أحساسنا أكتر من صفات درجات الحرارة بيكمل معانا كمان ليوم الجمعة بيكملين لسه في البرودة يمكن من يوم السبت هتبدأ درجات الحرارة ترتفع ويبقى زروة الارتفاع الحد توصل سيال 35 على القاهرة الكبرى بس هو الربيع دايما كده بين التقلبات الجوية بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة خلال فترة النهار وفترة إبليل يعني ده مستمر معانا يمكن على مدار شهر خمسة كمان كله كويس قوي يعني إحنا مستمرين في الجو المعقول ده على أقل شهر كمان وده شيء طيب جدا قبل ما هجمة الحر تبتدي علينا طيب دكتورة منار احنا شايفين فرق كبير بين درجات الحرارة في النهار وفي الليل يمكن رجعنا تاني نلبس جاكت مثلا خفيف واحنا خارجين حاسين ببرودة أثناء الليل بالفعل يمكن احنا من الأمس بدأت درجات الحرارة تنخفض على أغلب مناطق الجمهورية يمكن اليوم كمان محافظات جنوب السعيد هتنضم لانخفاض درجات الحرارة يمكن كمان اليوم في انخفاض عن الأمس بحوالي درجة اليوم درجة الحرارة على القاهرة الخبرى هتكون 28 درجة مئوية معظم الكتل الهوائية قادمة من على البحر المتوسط من جنوب أوروبا الكتل دي منخفضة في درجات الحرارة بالإضافة كمان ان احنا بنتأثر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجوي العليا ده بيعمل على تكاثر الصحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم فده بيساعد على انخفاض درجات الحرارة بالفعل التقص خلال فترة النهار بيبقى تقص ربيعي ماء للحرارة على القاهرة الخبرى ومحافظات الواكه البحري معتدل الحرارة يمكن سواحلنا الشمالية كمان بتشهد انخفاض لدرجات الحرارة أكتر من القاهرة ومحافظات الواكه البحري فالتقص على السواحل الشمالية بيكون معتدل الحرارة بيظل يعني من حار إلى شديد الحرارة على محافظات جنوب السعيد ده طبعا خلال فترات النهار خلال فترات الليل احنا كنا الايام الماضية بنسجل درجات حرارة صغرى 20 درجة مقوية لكن اليوم وغدا هنسجل 17 درجة مقوية فالتقص بنحس به طقص ماء الليل برودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكرة على اغلب مناطق الجمهورية بالإضافة زي ما كنا بنقول في الأول أن احنا في نشاط رياح سرعات رياح بتكون ما بين 30 وال40 كيلو متر في الساعة ده بيكون على مدار اليوم نشاط رياح هو اللي كمان بيساعدنا على الاحتاس أكتر من خصوات درجات الحرارة وبرودة الصقص خاصة خلال فترات الليل يمكن احنا كنا بنقول كمان أن في تكاثر للصحب المنخطدة والمتأخصتة اليوم في فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على سواحنا الشمالية الشرقية احنا شفنا بالفعل على مدار اليومين اللي فاتوا يمكن احنا في أجازة بقى أسبوع أجازة العيد يمكن كمان مستمر الأجازة دي لغاية يوم الجمع عند ناس كتير فالناس كتير انتهزت الفرصة دي للسفر لقينا ناس في مناطق السواحل الشمالية خصوصا السواحل الشمالية الغربية كانت بتتكلم ان في تسقط الأمطار مبارح وأول مبارح هل ده وارد انه يستمر معنا لغاية آخر الأسبوع بقى أو لغاية آخر الأجازة هو بالفعل وارد اليوم على سواحنا الشمالية الشرقية زي دميات برسعيد رفح العريش المناطق يعني يطلع على البحر المتاصط في الجانب الشرقي وارد يحصل اليوم في فرص لسقوط الأمطار لكن برضا هي أمطار غير مؤثرة تماما على أعمال الأمشطة اليومية لكن من غدا وبعد غدا إن شاء الله فرص الأمطار هتتلاشها لأن احنا هنبدأ نتأثر بوجود مرتفع جوي وهتعود تاني ظاهرة جوية في الظهور اللي هي الشبورة المائية في الظهور في الصباح الباكر وفي الساعات المختلفة حر رسمي يعني خلاص حيبقى الجو حر تماما حر بشكل رسمي يعني بالفعل وتحديدا من يوم إن شاء الله السبت هتبدأ الحرارة ارتفعة توصل لثلاثين مع يوم الحد زي ما كنا بنقولها توصل لخمسة وثلاثين درجة مقوية إلى منتصف الإسبوع القادم هتبدأ درجات الحرارة تعد للمعدلات وترتفع درجات الحرارة ونوع الثاني لأجواء الحرارة خلال فترة النهار أكيد كل الشكر ليكي دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية وشاهدينا زي ما تكلمنا مع دكتورة منار كنا بنقول إن هيئة الأرصاد بتتوقع إن النهاردة يكون التقس في مائل للحرارة على القاهرة وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية والشرقية وحيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب السعيد ومائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري وسواحل الشمالية الغربية والشرقية ولطيف على شمال وجنوب السعيد خلينا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة نبتدي بالقاهرة العزمة فيها 28 والصغرى 17 الاسكندرية 22-17 مطروح 22-16 سوى 26-15 فورسعيد 23-18 دمياد 23-17 الاسماعيلية 29-17 والسويس 29-17 العريش العزمة فيها 23 والصغرى 16 طابة 32-19 كاترين 29-14 شرم الشيخ 32-24 الغردقة 32-25 الفيوم 28-18 بني سويف 28-18 والمينيا 29-19 والسيوت العزمة فيها 29 والصغرى 19 سهاج 30-20 قنى 34-21 الأقصر 36-24 أسوان 36-24 الوادي الجديد 40-21 شلاتين 34-24 أما حلايب العزمة فيها كانت 30 والصغرى 25 وزي ما كنا لسه بنقول النهاردة الجو حيكون لطيف وفي ميولة كده لانخفاض في درجات الحرارة ولكن بالرغم من ده برضو الجو يعني قد يميل للحر شوية أثناء النهار على القاهرة خلينا نرجع بقى لمصطفى والجمال نكمل معهم باقي فقارتنا فضل يا مصطفى وتفضل الجمال شكرا لك يا مان شكرا لك شكرا لك يا مصطفى